كذلك أيضا شهدت مملكة البحرين تطورا كبيرا في مجال الديمقراطية والتحديث السياسي بفضل المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه لتشهد المملكة تكوين الجمعيات السياسية والنقابات التي أسهمت في تطوير الحياة السياسية في البلاد إنجازات رائدة شهدتها مختلف الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية بفضل المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وفقا للدستور وميثاق العمل الوطني في إطار الملكية الدستورية وتطوير البيئة السياسية لتصبح أكثر قوة وانفتاحا فبرؤية ثاقبة تسابق الزمن شهدت مملكة البحرين تطورا كبيرا في مجال الديمقراطية والتحديث السياسي بعد الالتفاف الشعبي حول إقرار ميثاق العمل الوطني الذي مهد الطريق أمام إجراء التعديلات الدستورية لعام 2002 الذي كفل حرية تكوين الجمعيات والنقابات على أسس وطنية ليشهد العام 2002 إصدار قانون النقابات العمالية والعام 2005 إصدار قانون الجمعيات السياسية الهادف لتحقيق أكبر استفادة ممكنة من فكرة وجود تنظيمات أهلية أو مدنية يمكن أن تمارس العمل السياسي وفقا لشروط واعتبارات معينة تحمي أركان المجتمع ومرتكزاته حراك سياسي جاء نتاجا لنهج حكيم آمن بحق المواطنين رجالا ونساء في المشاركة في الحياة السياسية وتعزيز الممارسة السياسية في إطار من الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والديمقراطية بما يحقق التقدم السياسي لمملكة البحرين